مرحبا بالجيش الله يا هلا اتي الضربة التي حاسبتها قاضية في نكبة الحاد والعشرين من سبتمبر الضربة التي اتجه الاماميون بعدها نحو ميدان السبعين ليركلوا نصب الجندي المجهول بعد ان كانوا قد ازاحوا مارد الثورة من ميدان التحرير منذ سنين لم يطل احتفال اعداء الوطن والثورة كثيرا فمن مهد العرب اعلن احرار الجيش الوطني لملمت صفوف الاحرار الرافضين لميليشيا الخراب ومع رفع راية الجمهورية تدفقت الجموع من كل حدب وصوب ملتحقة بجيش الوطن الجيش الذي لم يلبث ان استعاد الجغرافية واعاد الالق للتاريخ انتصارات كان واضحا من متواليتها السريعة على رقعة الجغرافية ان صنعق بقوسين او ادنى من العودة الى رحاب الجمهورية وضوح لم يلبث البعض ان استهدفه بحالة من الغبش وضعت الجيش الوطني بين ميليشيا متعددة ترفع شعارات مختلفة وتتفق على هدف استهداف الجيش وتمزيق الوطن واقع اثبت جيش الوطن انه قادر على التعاطي معه بحسم قبل ان تتدخل اياد الغدر لاكتشف اليمنيون في ضوء معطيات جديدة ان جيشهم ولسنوات يخوضون اكثر من معركة ويواجهون اكثر من خصم لتزداد في اعين اليمنيين مكانة الجندي الذي يرابط في جبهات الشموخ لاشهر بدون راتب ولتترسخ في الاذهان حقيقة ان هذا الجندي بطل الوطن بلا منازع البطل الذي يستحق ان تكون له اولوية الاهتمام دون اغفال للدعوات الصادقة التي تنادي بتجاوز سلبيات الادا وازاحة كل العراقل التي تقف في طريق استعادة الدولة استعادة يبيع الوهم كل من يزعم ان لها طريقا غير طريق جيش الجمهورية الجيش الذي سينهي اوهام ميليشيا العنصرية انتصارا لجمهورية المواطنة المتساوية جمهورية الانسان